السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا احبابي كل عام حضراتكم بخير النهاردة هنتكلم عن الفنانة الراحلة ناهد الشريف وهنقول بعض هنقول بعض كلمات عنها ودي مش هننتقضها لسمح الله الله يرحمها لكن احنا بس هنه هدلكم معلومات عن حياتها للاجيال اللي هما ما يعرفوش عنها حاجة انا هقول لكم الاول ابتدت هي حياتها الفنية سنة 1958 بعد جوازها من مكتشفها المخرج حسين حلمي المهندس ونهد الشريف عملت بطولة افلام كتير اوي اتميزت بانها كانت بتعمل افلام جريئة جدا وقوية جدا خصوصا في فترة السبعينات لدرجة انها ظهرت وهي عارية تماما في فيلم زيقاب لا تأكل اللحم سنة 1972 وحياتها بقى هي نهد الشريف من مولد اسكندرية 1 يناير 1942 واسمها الحقيقي سميحة زاك النيال نهد الشريف ماتت في 1981 بسبب سرطان السادي وتجوزت تلات مرات وهي اسمها الحقيقي سميحة زاك النيال اتولدت في 1 يناير 1942 زي ما قلتلكم في اسكندرية وتوفت 1981 في ابريل في 7 ابريل يعني كان عندها 39 سنة في عز الشباب هالله يرحمها طبعا بسبب سرطان السادي وزواجها الاول انا قلتلكم انه هو انها تجوزت حسين حلم المهندس لان ده كان المخرج وكان اكتشف وعمل لها افلام كتير قوي بعد كده اتجوزت الفنانة الكبير كمال الشناوي وقعدت معها فترة بعد كده اتطلقت واتجوزت واحد اسمه ادوارد جورجيان وده كان مسيحي الاصلي ويقال ان هي كمان بقت مسيحية زيه وترجعت عن الاسلام لكن الله اعلم هل ده فعلا حقيقي ولا لا الله اعلم وابنائها لنا او لنا جورجيان يعني هي خلفت بنت واحدة من جورجيان طبعا هي ممثلة مصرية اعملت افلام كتير وكانت بتميز كمعا بالعوري وقالوا عنها ان القمر بتاعها اختفى وقالوا عنها ان هي الدود اكل جسمها ده حاجات الله اعلم احنا مشوفناش بعينينا ودايما يا جماعة لما نجي نتكلم عن حد توفوه الله وخلاص بين ايدان ربنا ما نقعدش بقى نفتي ونقول ده الدود كالو ولا القمر بتاعها اختفى لان هي بقت بين ايدان ربنا وبعدين لها بنتها بنتها ده برضو نرعي شعورها احنا بنتكلم عن ام يعني دي امها صحيح هي عملت افلام فيها عوري وفيها يعني يعني عملت قاعدة لاجيال من البنات او الشابات اللي بعد كده في العوري والحاجات دي بس برضو حسامها على ربنا طبعا احنا بنقدرش نقول عنها اي حاجة دلوقتي لان هي بقت بين ايدان ربنا الله يرحمها وانا جبتلك صورة بنتها وصورة جوازها جوازها اللي هو اللي هو المسيحي ودي بصورة بنتها واول مرة طبعا تشوفوا صورة بنتها وهي كمان شبهها جميلة شبه رحمه الله وندعي لها بالرحمة ويزوي بنتها يعني بالصبر والسلوان لاني تقومها وخلاص انا مش عايزة ارغف الموضوع ده كتير الله يرحمها ويحسن اليها واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلش انا عندي نازلة برد جديدة قوي بس حبيت ان انا يعني عدت قدامي المعلومات عن الفنانة الجميلة ناين بس حبيت ان انا اقولها لكم علشان الاجيال اللي ما تعرفش تها قصة حياتها فهي ده قصة حياتها باختصار جدا جدا شديدة وانتوا بقى بتشوفوا بقيت القصة في الافلام وفي الحكايات اللي الناس بتحكيها على السوشال ميديا عنها انا مش عايز اخوض فيها كتير عشان الله يرحمها ويرحسن اليها هي وكل الفنانين اللي انا بتكلم عنهم انا مش بنتقيدهم انا بس ببين لكم المعلومات عنهم عشان تعرفوها معلش درغات كتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامحوني عشان عندي نازلة برد وتعلي باشتفى ان شاء الله مع السلامة حبيب قلبي